المصارف العراقية تشهد منذ سنوات طويلة إهمالاً من الجهات المسؤولة، ما تسبب بدخولها مرحلة من الخمول والفشل، وجعلها تتأخر بشكل كبير مقارنة بالمصارف العالمية الأخرى، أو حتى دول الجوار التي تشهد تطورات مستدامة. خبراء اقتصاديون أكدوا أن سبب الرئيس لابتعاد المواطن عن التعامل مع هذه المصارف يعود إلى فقدان الثقة فيها، مما أدى إلى تجميع الأموال والوداع لدى أصحاب رؤوس الأموال بدلاً من إيداعها في البنوك، فضلاً عن زيادة التأثير السياسي سلباً على أداء هذه المصارف. الاقتصاديون بيّنوا على أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات مالية وإدارية جدرية للقطاعين المالي والمصرفي من تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تطبيق قوانين صارمة وآليات رقابية فعالة. تقارير دولية تحدثت عن عملية السحواذ مصارف أجنبي على النسبة الأكبر من الأسهم في بعض المصارف داخل العراق، فضلاً عن السحواذها على مزاد بيع العملة والسمرارها بعملية تهريب العملة إلى إيران وسوريا. التقارير الدولي أكدت أن الأرقام التي تصدر عن البنوك والمصارف العراقية بشأن حجم الإيداعات النقدية فيها الكثير من عمليات التلاعب والاحتيال على المواطنين وصفة المصارف العراقية بأنها دكاكين تدعي العمل المصرفي. يذكر أن القطاع المصرفي العراقي تحول إلى بؤرة للفساد تقوده الميليشيات وأحزاب السلطة ودول الجوار التي استغلت عدم السيادة لتجعل من العراق واحداً من أكثر بلدان العالم التي تمارس عمليات غسيل الأموال عبر مجموعة كبيرة من المصارف التي تسرق بوضح النهار بتواطئ حكومي مفضوح.